موسيقى بعد عقد الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندوى صحفية لتقديم حلول عاجلة لأزمة الصيارات في الجزائر يوم الاثنين ستاجوان الفين واثنين وعشرين صرح المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة أن الإفراج في ملف استراد الصيارات سيكون قريبا ورخص الاستراد سيتم منحها للوكلة حتى هي قريبا والإصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالمناولات لقطع الغيار سيكون في 22 جوان الجاري إن شاء الله وقناة ترنديك السيارات ستطلعكم على جميع تفاصيل هذه الندوى فور انتهاء منها إن شاء الله سلام